اشتركوا في القناة جروب الاقتصادية عم تعملها مش عارف لها تركي كلها المواضيع ولاحقها هادي الشركة تحديدا قلت بلاوي بالبلد لأنه البلد مليانة بلاوي مش ناقصنا بلاوي تجينا من بره مش معقول شو عانيدي يا بانا مجلتنا اقتصادية ترفيهية مش معنية بالشي اللي عم تحكيه انت استاذ واسيم انا بكتب بهيد الصفحة وهيد الصفحة شغلتها تنتقد الاخطاء يلي عم بتتير بالبلد بس لحد هلأ ما قدمتلي خطأ حقيقي تنتقدي به عن المحيدي والكلام الموجود هون مجرد لغط مش اكتر مفيش حقيقي طيب روق روق والمناقصات اللي عم بتصير من تحت الطاولة من قبل هيد الشركة ما فيه اي دليل مجرد اتهمات اوكي كتير منيح انا معك انا بس بدي اذن لأعمل مع جنرال منجر مؤتمر صحفة كان غيرك اشتر عارب يقول انا العني لعن جد ما عم بفهم كأنك يذب المعالي ضده هو قلتلك مش رح يقبل انا بس بدي اعرف هو ليش مش عم بيقبل لأ انو الشركة ما عملت شي خلينا نفوك معا بمواجهة اي بس حبيبي زين جروبي يحديث البلد اليوم صحيح بس بطريقة ايجابية ما تنسي كم موظف عنده وعملت عملية استيراد وتصدير وصنعت دراما مميزة شو بعب بدك اكتر من هك؟ حلو كتير بس كل هالشي مش قانونة وان الدليل؟ انا رح جيب الدليل كيف؟ رح عمل انترويو مع ممس شو زين رح اسلخوا اسئلة ما خليه يعرف من وين بده يجيب الأجوبة هم هم واو شو عندك ثقة بحالك ايه وليش تا ما تكون واسقة من حالك؟ لا انا بالأساس ما رح يستقبلك عنده يا مام بتظن انو في قاوم دي؟ مش رح يقبل قابلك بالأساس تاي قاومك وفي طرد قبل يعمل مقابلة معنا بتصور رح يكون عنده فكرة خاصة بالمجال اللي عندنا بسميه يوميات زين تقول له موسيقى 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 مرحبا مرحبا كيف هي الساعتك؟ أرجوك أريد أن أقوم بمسيزين السلام هل هناك موعد؟ لا لا هل يعرفك؟ بصراحة لا هل هناك أعرف ما هو اسمك وما هو سبب المقابلة؟ أنا بانا صحفية من مجلة الغد وحابة أعمل الانتربيو مع موسيو زين أعتذر منك، الموسيو مش فاضي اليوم أنا مش هيقض من وقته أكثر من خمس دقائق صعب كتير، أنا سوري إذا فيك بس الدقيل وتسألي إذا فيه يعمل الانتربيو ولا لا؟ هيدا الكلام مش من عندي، هيدا من عنده هو شخصياً يا حبيب تبس اسألي إذا فيه يعملها ايه أو لا؟ سوري، بليد ما تعلق صوتك فيش شي ساندي؟ هيدا الصحفية وبدل تعمل انتربيو مع موسيو زين حضرتك موسيو زين؟ لا، أنا مدير مكتبه، بيشوفيه يا أخي الملكة إذا بتريد بدي أقابل الموسيو موسيو زين ما عبي يعمل مقابلات صحفية بالوقت الحاضر بس يمكن هو عنده كلام تاني لا، أنا بعرف اللي بده ايه واللي ما بده ايه أنا مدير مكتب وبعرف كمشي أستاذ أنا بحترم شغلك جداً بس بلكي هو مثلاً طالع بله ويعمل مقابلة معي اللي هي أنك مصدر؟ أكتر ما بتتخيل وصدقني صدقني أن مش هحمشي من الشركة إلا ما ألتقى فيه شخصياً فضل، فضل طيح مرسي، مرسي بناتك سامي، نقول أهلاً لا، شاي شاي أيوة دكتور أي أوكي؟ طيب، رح إجي فوراً أوكي لا لا، أنا لوحدة باي نحن سأحظك ويفي بس على شرط ما بتفوطي معك للكاميرا ولا قيل التسجيل أوكي، ما فيه مشكل وبدك تنطري شوي أوكي، ما فيه مشكل، بس بليز ما يكون كتير الوقت طويل ألا كتير أو قليل المهم بدي بتشكر ربك إنه وقفة يقابلك لأنه لأنه هو ما عم بقابل حدا، وخاصة نصحه فيه مرسي، مرسي إلاك أوكي؟ وينا هاي لحظة هاي حبيكتا شوينك حبرت الأكل لا لا جوري ما تنطريني أنا بعد عندي نطرة شوية ما بعرف أخر علي كتير وأنا شحفل من هون إلا ما أشوفه جلب علي أوكي هاي يلا حبيب تبعي إذا تريد فيك تشوفي لي ما نساعدني سوزان أنا كثير أخذ وقت وقتا بيبدأ هو بيخبرني اتفضل يا بتاح مرحبا برحبا أهلا مادم نبيلا برحبا 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 اتصارت فيك لحتى أعطيك هيدا الدواء دواء جديد دكتور نعم هاي دفع منه وسطني أول بارح من أمريكا وهو قيد التجربة بعد طيب ممكن يكونوا منيح ويعطينا نتائج إيجابية هيدا دوا لتقوية عذرة القلب مش للمعالجة طيب شو الفايدة منه خلينا جربوا هلأ بالأول إذا عطانا النتيجة المرجوة تأكدي طيب مدام نبيلة انه فينا نعمل عملية ذرع قلب يارب لمشي الحال يا دكتور خلينا جربوا ونشوف شو النتيجة اللي رح يعطينا إياها وبعدين بنحكي منطورة مدام نبيلة تأكدي طيب انه هيدا دوا ما عندوا أي side effect ايه ميسور انصح بعده هون اوكي مداموازان لو سمحتك ميسور زين بدو يشوفيك انا خليتهم هنا معتهم وعطولهم يميل وشرحولهم في كل حاجة انت تابع معه ومكلمني لو عندك ايه مشكلة لا مهمكش اللي ليه مصفو حيواتك اللي ليه والموضوع ده لازل نقوم بسوك يلا مع السلامة موسيقى ياتيك العافية متو زين اهلا مساء وضع الاسرح مسيه بتير حلو نكتبك مسيه تحبت شبيه صراحة ما بقي شي ما شبته تحت يعني سلي كتير زمان ناضره مش الحال معلش بس يعني حضرتك اللي جيتي مرير معادي يعني بعرف بس مصرة انا شوفك صدقني شوف انا اقولك على حاجة من غير زعل انا بكره المقابلات الصعافية ولا بحب المجلات ولا الجرائض ولا حاجة مدي حتى الفرع الفني عندي في الشركة مليش دعابي فانا اسف يعني مش هقدر اعمل معك مقابلة ما فهمت شو السبب لا او من غير سبب بصراحة يعني انا بكره مقابلت الصعافية بقرص اوكي بس نحنا رح نعطيك الاسئلة يعني لالك او للمكتب عندك وحضرتكم بتراجعون واذا في شي بدو يتعدل نحنا عادم نتناقش فيهم انا اسف والله مش هينفهم ليش حضرتك خايف من شي؟ سوري انو عادة اللي عندو شي مخبة بيخاف وانا عم يوصلنا هيدا الاحساس بصي انا وفقت قابلك بناء على كلام مدير مكتبي وقال انك مسر تقابلين وانا بصراحة شفتك فكرت انك محتاجة حاجة او في حالة خاصة ممكن اساعد فيها ما هو لانه في حالة خاصة يعني انا مسر اعمل معك انتفيو مش مطلب شخصيا استاذ زين بس ايدا مطلب السوق لانه كلهم عندهم اسئلة لهالبرودك اللي صار كتير منتشر بين العالم الحمدلله ده مفضل ربنا ايه بس السليب مش مظبوطة شرفوا شرفوا تعرف استاذ زين؟ انا كت بتخيل انه رح شوف حدا متكبر وشايف حاله قدامي بس ما كت متخيلة ابدا شوف حدا جبان قدامي مارسي كتير على وقتك اتخذ من وقتك كتير في خمس ساعات يعني مارسي المارسي بيه وليد تعالي درد ميه حباليك؟ اصدقíamos يا ردnia بنا شو كانت بتوقع يا إلي بتاعينا حديد موعد وعطيني الأسئلة؟ مش معقوش زرت أعرف يا عبطل عمت المتوقعت، سئيل، وجفز كمان على الأن أنا أكيد إنه مخبشي مش ناكمع بيقبل يعمل مقابلات مع الصحافي أنا أكيد من أشكل مش مظبوط، مش بلعن هيك نوع من العالم، أبي حاب يظهر كتير عالضاء يعني مش حيش عمشالتنا مفضل روحة واحدة من هيك بكتير هي روحة روحة حيش تعطي أكتر من حجم أنت كمان هل؟ أمي، بداش تعصيبها دا؟ مصيد؟ مضيح تحارب معي؟ يا رب، يا رب، يا رب، حتى أنا في مالضوع كثير من المنازمة، أحكي فيها هتعرف شو، هتشوف كيف بدأ أنا عم بطير التحريط لتشغل المهند بنا، سنحقين شو كثير بيك يا مان، شايفني مش مراكزة، يعني أنه بشرفك حبيبة، أنت عم تحكي دي بميل وأنا بميل تانية يا رب، يا رب، مراحة دايك ما هيو سايل؟ ما هيو سايل؟ هو مش معقول كنبي يكاسبوع وبيمحبوا أحبك طمنيني على فرع الإسكندرية يا مرفت الحمد لله حبيبتي الحمد لله سلميلي كتير على أحمد بكرة أنا بحكي معيك الله معيك أهلين حبيبي يا الله إزايك؟ عامل إيه؟ كتير منيحة اليوم رحت لعند الدكتور ألبير يا ماما ما زهقتيش يا حبيبي في أمي بتنسأل هيك سؤال وقت يكون الموضوع مرتبط بحياة ابنها يا ماما يا حبيبتي أنا صحيت زي الحديد قدامك وما بش فيه أي حاجة الحمد لله يا حبيبي وإن شاء الله بتبقى هيك على طول إيه بسايدة ما بيلغي أني ضل دير بالي عليك وكأنك بعدك طفل ببنا أخلي كده يا أمي يلا رو أغير تابك مشان نتعشع نعم مش جعان والله ما بيصير لازم تاكل مشان حبة الدواء أخدت الدواء لا هيدا دواء جديد يلا حبيبي يلا يلا حاضر إنه أنا ما عم بفهم أنت ليه مصرة على الشخص تحديدا أنا بالأول كنت مصرة بس هلأ صار الموضوع عندي مصيري طب ليش؟ هلأ أنا بانا يلي عملي مقابلات مع أكبر المسؤولين مع أهم السياسيين بلبنان بحد أسكر الباب بوجهه مين يفكر حاله هيدا؟ يا حبيبتي بس هيدا يمكن يكون أهم من كل اللي عم تحكي عنهم بدي شوف هلأ كيف دقي أنا المديري إنه ينشر المادة بسيطة يا بانا ما بدي هالقادة نشيريها بمجلة تانية تفضل تفضل أستاذ شو هايدي؟ ورقة استيقالي و ليه بريد تستيقالي؟ لأ أنا بدي روح على مجلة تانية تقدر تنشر لي هيدا المادة عن جد بالا أنت تشير بش طبيعي أستاذ أنا تعلمت إنه بحية الصحاف الناجح أهم شي هو الإصرار والشفافية طيب أعطينا مالي دياري اخو مرشي أستاذ الورقة الغموض يلف في مجموعة السادة زين مالي؟ إيه العنوان دا؟ هاي دا اللي كنت خايف منه الصحفي يا بانا الأمير؟ الشي دي نفسها اللي جات لمكتب؟ والهيئة طلعت من هون مزعوجي عايزة تعمل ما هي حوال صحفي طيب أنت لازم تعمل حوال تلفزيوني، صحفي، إذاعي يا وليد إحنا تكلمنا في الموضوع دا مئة مرة، أفرع عليه بقى خلاص طيب خلاص، أنا دا حل الموضوع سلام لك بدفع عمري لا شو شكله لهذا الشيء فقعده والله لو في طار بينك وبينه ما افتعنا بهاك إيه أكيد في طار بينك وبينك في طار بينك وبين أي واحد بيكون عم بفرد البلد انت عكيدي أنت ما بيخرب البلد؟ إيه هلأ ما تخرب لي موضة بفهم منك يعني موضك منيح هلأ بيرفكت يعني في أعزبك على الغداء حسب وينت؟ انت بتنقى مطرح مبادك حتى على سطح الأمر أنشهد؟ أوكي، وبعزمنا عشي ما تقنصين للك شعبيني سيمن باي 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 أنا بترجعكي حسي فيي أنا عايش على أملك اللحظة أنك توافق علي أنا قلتلك تعطيني شوية وقت يا مان أنت عم تحكي عن زواج يعني عن حيات أبدية، عن ارتباط موضوع مش بها البساطة وقت لشو؟ لا تتعرف علي أكتر من إحنا وصغار وما بيكفوا يا حبيبي ما أنت قلت من إحنا وصغار يعني أنا من زمان إخدتك كصديقة كرفيقة مش متل ما عم تطرح حالك هلأ كشريك عمر صديني إذا بلّك أنه أنا طول عمري كنا ذا لا حسن مين هذا؟ مرقم غريبة باي في الحسن ألو؟ مرحب ديموزيل بانا أهلا، مين عم بيحكي؟ أنا وليد مدير مكتب زين السالم، تذكرتيني؟ أهلا، معقول أنساك أمتى عندك وقت ملتقى؟ لحظة بس أفتح الأجندة تبيتي ما عندي شيء إلي، شو الموضوع؟ وقت اللي ملتق منحكي شو رايك تشرفي لعندي على المكتب ونحكي هون بالموضوع أوكي، مشوار الطريق مين هيدا؟ هيدا مدير أعماله للمسيو زين السالم وشو بده؟ بده يشوفني ضروري الهيئة للمد بجابة النتائج البداية هون طيب، ما بدنا نكفح حديثنا؟ حبيبا، انطب، نرسيه على القهوة، نرجع من أحكي، أوكي؟ باي فاضل بس؟ بس لحبتوا سايد فينا أعرف شو سبب الهجوم علينا؟ لأها، هيدا، هيدا ما اسمه مجوم أوف ليش فيه أعنف من هيك؟ انطور بكرة لتقرأ المادة التانية لا تشوفش يعني هجوم عنيف لا، ما لازم توصل لأمور لهالقد بينتنا لا أبدا، بس أنا كل اللي كان بدي إياه إني أعمل مقابلة مع ميسيو زين السالم هو رفض، فطالما رفض أنا أبدأ أعمل شغلي كمان هيدا حرية شخصية؟ ايه، وأنا كمان عندي حرية إعلامية، يعني متل ما حقق امتقت كمان عنده حرية حق الرد فضلي، شو هيدا؟ هيدا هدية صغيرة من شركتنا تسمع لأفتحه؟ أكيد، ما هو إلك ايه شو هيدور؟ هاي للمادة حتى تلغي المادة تباية اليوم ايه؟ تكرى معينك؟ يعني حضرتك هلا أعطيتني مادة غنية جداً تشكر لطفك تسافيني شيري السايدنس انا مش قادر افهم إيه اللي يخليك تروح تعمل حاجة زي كده شو هادفت انه هي ده هتتزاك علي وانت ليه تروح تدفع عليها فلوس من أصله؟ وواحنا بنعمل حاجة غلط انت بتعرف ان احنا بنعطي الصحفيين فلوس بس البنت دي هادفها مش فلوس ندمغها فيها حاجة كبيرة قوي وساعاتها كنت تهلها على طبقة من دهت طب خلص اهدف شوية انت اهدف القصة ما بتستهل بكرة تشوف البهدلة اللي هنتبهدلها مورا عملتك دي خلص تريك علي انا بحل الموضوع ملكش العم وضوضة خالص بعتلي رقمها وانا هتصرف طيب طيب خلص انت ما تأذي حالك هلا بلهم نجيولك بيت ماي واخد الدباء اوكي؟ موسيقى عين عليك يا بانا عنوان بدو يكسر الارض بدو يكسر الارض خير شو هو هالعنوان بليز جوري ما في خبرك اكتر من اك في خبرك انو شي بيفلوج نقطة موسيقى اكتش يقلو علي اعب زيني جروب ايه بس هالمرة من الهيار اللي تقيل يعني ما بعرف شو بدو يصير فيه لامستو زيني السالم معلش خلينا نكركبو شوي طيب بانا عندي سؤال يعني انت منك خايفانة يأذيك انو انا باعت انو صحافة بتتجنب اذية هيك عالم زين ما بيأذي بظن منو من هالنوع لا انا اكيدة منو من هالنوع زين طيب كيف شكلو؟ شو يعني كيف شكلو؟ شو يعني كيف شكلو؟ شو بتقصده؟ يعني واحد معو كل هالمساري اكيد شكلو غريب بيحمل سيجار ومعو باديجارد صاح؟ لا مش صاح زين مش من هالنوع ابدا بانا؟ ايه ايه حلو؟ بابا عرف شو لازم اعمل لصير تسمع الكلمة؟ ليه بس؟ وانا ما بسمعش خلامك؟ لا بعمرك ما عملس ياللي بدي ايه طب شو بي انت عايزة ايه وانا جاهز بدي ايك ماما تلتزم بالدوة جديدة هيدا انتاج اهم المختبرات بامريكا وعم بيقولوا انو نتيجته قوية حاضر التزم بالدوة في حاجة تانية؟ نعم ما بدي ايك تتعب وتجهد حالك حاضر غير انشانا ما تكون عم تتضحك على امك ما اقدر اتضحك عليك يا امر يا احلى ام في الدنيا انت ما تكونش بعالي حراوة هلو? موس considerations اهلع مين عم يحكا؟ اوووووو كيفك موسيو زينا اشار الله مهيح انا حسب لو باكتلم كذلك متأخر ولا حاج بلعكس كنت عم تشتغل لوقت مؤخر اليوم حدث ماتى غنية اوي هااااااااااااا… يعني أكثر ما بتتخييل لو كان اللي عملتني مع مدير مكتبه النهارده ثمن مؤاملها فانتك ستي يعني موافق بفهم؟ وهو في حال تاني قدامي؟ أكيد، أنه... بنشر السور لا… يبقى أخدرها في المؤامل حتا با أمتى بدك نعمله؟ واذا بتحب عن جد فيك تحصل على الموبايل كلمالي يعني تعمل دي دي تأكد السوعة تترتاح نفسي يعني لو انت ناوي تكون الاتفاق اللي بينا وتنشر السوار فأكيد معاك نسقة تانية أوكي منبلش؟ لا رح نسجل صوت بس خدها وهيدا دارت طيب عن جد مرسي انك أعطيتني المقابلة لا خالص ومشحين طيب رح نبدأ الحوار بالأسئلة العامة تنرجع نفوت على التفاصيل أوكي بدأ أول شي نبلش الحوار عن نشاطات بس تشوف إذا هيدا هم تسرجل؟ ايه أوكي عن نشاطات شركة سادا زيني جروب إذا فكرت ما عرفتنا تجري طيب ماها موسيقى ايه موسيقى كيف حدرتك الأدء بعيد عن الأطواء وعن اللقاءات الصحفية؟ أنا بصراحة ما أحبش الكذب وبصيري كده ليه؟ بفعلا ما أحبش الكذب ما أحب الصراحة والصراحة هتزعل مني الدنيا كلها لا أنا مش كان أصدق استغرب بس إنه واو إذا هيك مضبوط يعني كل أجوبتك كانت حقيقية وصحيحة طبعا طيب حلق أتمنى ما تكون ضيقتك بأسئلتي يعني جربت أتما في أكون نعم خالصة طيب هلق رح بلش أسألك عن بعض الأسئلة الشخصية اللي حطهم بمقدمة الحوار أوكي طيب منبلش باسمك عمرك اسمك الكامل عمرك اسمي زين السالم عندي ثلاثين سنة وأنا نصف مصري ونصف لبنان يعني أبويا مصري وممي لبنانية وعايش ما بين القاهرة وما بين هنا في لبنان أوكي مثلا كم ولد عندك؟ لا أنا ما عنديش ولد بصراحة عفوا لسؤال بس ليه؟ بس أنا مش بنجوز ايه؟ معقول شخص مثلك بهال الوضع الاجتماعي ومش من مشوز؟ والسؤال ده برضو تبع اللقاء؟ لا لا سوري عفوا أنا عن جد بعتذر بس أوكي هيدا المقابلة بدأت تنزل بكرة وأكيد منرسلك عدد لهونة على المكتب يعني مرسي كتير على المقابلة عن جد أنا ما عرف ان الانترفيو يبقى حلو كده بصراحة كنت يعني عملته من زماني مرسي مرسي كتير بساطة انك ارتحت بالمقابلة طيب تحبي أبعت معيك عربية توصلك؟ لا مرسي أنا على حجرة وعندد مني جديد بلعب مرسي للمقابلة شاروفي 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 مصدق مجرح شاروفي جديد مجرح شاروفي ايه كعصة هلا تسكت لها فترة فترة يعني ممكن ترجع تاني؟ لا إذا مش هي أكيد حد تاني لا حد تاني هي مشو يعني هي معلش انت اللي عم تحسسيني انك من الناس اللي عندها حق الطبقية أنا ما عند حق الطبقية يا شوري بس أنا بكره هالأشخاص اللي ملونين مثل هيدا الشخص وانت شو عرفك إنه ملون؟ قال شو قال هو بيكره الليكاءات الصحفية لأنه بيكره الكذب وهو شو بص إيدي إذا مش كل اللي عم بيحكيه كذب بكذب واحد متكبر تفضله هلا صار واحد متكبر كمان لا فاشع عرقبتم متكبر بس مش عليا أنا هلا إنت عشو شيفيت لحالك بها الصورة اللي معيك إيها؟ لا مستغفة إنت به هيد الصورة اللي معي هيدي الصورة اللي معي إيها فضيحة بأنا من كل عقلك إذا هو بدي يطلع حاله بريء ما بيقدر؟ شو بتقصدي؟ يعني إذا كان لاطيف ومتواضع متل ما إنت عم بتحكي فالأنه هو هيك لا لا خبيبتي نوع هو للعالم أنا بعرفه كتير منيح بيظنه إنه كل شي مرتبط بالمصاري إيه فاشع أنا ليه حسيتك أنك رح تنشر الصورة؟ لا أنا أحساسك بمحله إن شاء الله أنا وعافي يا رب على قلبك يا حبيبتي هدا الدول جديد؟ ها ممتاز كيف لقيته ماما؟ والله حس بتحصل عن جد؟ ها نهاردة حصل معايا موقف كده قال له لقد دهك وتتعبت قوي شو صار معك حبيبي؟ ما فيش عمل تلقاء صحفي بس أجهدني شوية بس رتحت على الحباية بعدي الحمدلله الحمدلله رئيس مجلس إدارة زينجروب بعالما ومدير أعماله بعالم آخر نعم ما قولي الأستاذ والدي يكون هاك؟ شو عمت عبرو؟ ما فيش يوك ها ديها شوك ديها؟ اشتغلوا اشتغلوا برافو بانا برافو حقيقة هيدا إنجاز كبير للمجلة بفهم إنك حبات المادة؟ طبعاً هيدا أول مقابلة مع رجل أعمال مهم بلبنان ومخبها البلاوي كلها من زمان كنت أنا أجرب لك إنه هيدا الشركة مش نظيفة بس بتطلع معك إنه بانا عنيدة الحقيقة فضيحة من عيار التين أستاذ واسين هيدا كاف لكل واحد بجرب يخرب البلد لأنه إنه عم جرب أعمل شي وشوي شوي منوصل رابو بانا رابو مارسي صحافية دي فتحتها لنا باب مش عافة نفله إزاي؟ لازم يساكلوا بأي طريقة بهدلتني بهدلة مش ليك انت بهدلة لي أنا؟ خصوص إنها ربطة باللقاء اللي عملنا مع بعض عايزة تطلعني قدام العالم كله نكدات شو؟ لازم ليه حل؟ أنا عايزة تجيب لي عنوانها شو بدك تعمل؟ هروح لعنده إن شاء الله إن شاء الله قريبا أكيد مارسي كل يكذوق مبايل مبايل جوري خير سارجيين فوق الميت تليفان كلهم نقريوا المقابلة وأنا كمان قريبا هتبتعفي كتير ميح لأنا قلبي صغير لا يتحمل دخيله قلبك أنا لو الأحلى من هيك زادولة معاشة بالمجلة أيوة شو الكادو؟ الكادو الباب اللي رح تفتحي هلأ مارسيه اخذي مني سأل بشير اهلا من فضلك مش ده بيت بانا الصحفية؟ اي مين بيريدا؟ ودلها زين السليم اهلا كيفية يا خدمك؟ هتسبيني وقفتك كلاما على الباب كده ولا ايه؟ اللي عنده شي معاً المهم فيه يقولوا من الشباك اتفضل طيب انا اقولك كلمتين اللي بتعملي ده غلط كبير قوي ومش في حق انا لأ في حق بلدك اللي انا عرف انك بتحبيه كويس انا اللي بعرف احمي بلدي من امتالك استاذ زين في ناس عندك كرامة دولارات الدني كلها ما فيك تشيق فيها فما تفكر انه بمصريتك فيك تشيق كلشي بكرا تعرفي الغلط اللي انت عملتين وعلى الله سعيدة ما تكريش نفسك مارسي انا كتير بتشكرك على حيدي النصيحة مارسي كتير الله معا بكي خرب بيتك شو مجنونة طب هيدا بنحكى معه هيك هيدا بنحكى معه هيك هيدا دارنا مزاجيه بشكل مش معوال بعرفه اسمها دار الامل طماما وكل الحك اللي انحكى عنا شي وياللي شايفها من جوها بيقول شي ما بنوصل صراحة استاذ انا من زمان حبي اعمل عنا الريبرتاج فهلا يعني رح كنت مبسوطة طماما فورا اطلع عليها علا أوكي بدي انشر التقرير بعدد البعد بكرا خلاص دان هيا طولي يا وليد شو وينك ايه في حاجة ولا ايه لا لا ولا شي بس كنت بدي اطمن عليك انا تمام طيب ليش ما تلعب معك شوفان ايه ابني في ايه نارض يوم الخميس ايه مضبوط وبالله نسيت انت باب تنزى كتير عم والد عزيم عزيم طيب بالنسبة لوجبات الاكل هلأ نحنا عنا ثلاث وزبات رئيسية باليوم بس متل ما بتعرف الطفل ما بيلفظني كتير بالنظام يعني ممكن بأي لاحظة يطلع بلو سوكولا يطلع بلو فاواكه او حيالا شو تانا اكيد بس اكيد هيدا الدار قائم على المتبرعين لا مش كتير اوفي اوفي طيب عنديك مشكلة ان يصور صور يوو صور فردك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس ه Recht اشتركوا في القناة أي من الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إه고ن شويد », دا شو صار له. لين رايحه؟ إيجع أبابا زين هلأ الأولاد بطلوا بوعيهم أبدا مين بابا زين؟ يلا تعلي تعTaعز فيك إلينا اشتركوا في القناة